السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم متابعين الاعزاء من جديد على قناتكم قناة المصمم العربي وضرس جديد من دورة الموشن كرافيك باستخدام برنامج الافتر افكت درسنا لهذا اليوم سوف يكون عن طريق عن تحريك الاشكال والاشياء عن طريق الخاص نبدأ على بركتي لها اولا سنقوم بعمل جديد واقوم بالاحتفاظ بالطول والعرض ثم نقوم بالذهاب الى او الوقت خاص بالتايم لاين او للمشروع نقوم بوضع خمس ثواني ثم نقوم بعمل ثم تضر لنا شاشة العرض خاوية بعد ذلك سنقوم باضافة هنا على شاشة العرض الشكل على شكل مربع ثم نقوم بجعل بوسط الشكل باستخدام ثم اضعت على زر الايصار للموز ونقوم بالذهاب الى الشكل لاحظوا معي الان بعد اختيار الشكل نقوم بالذهاب الى ونقوم بالذهاب الى كما تلاحظون معي الان لاحظوا معي هذه القيم الخاصة بالبوزيشن هنا هذه القيم الاولى تعبر عن تموقع الشكل بشكل وفوقي كما تلاحظون بالنسبة لي او شاشة العرض ثم التموقع العمودي للشكل عن طريق هذه القيم الثانية هنا الان سنقوم بالذهاب الى هنا كما تشاهدون الذي يمكنك تحركه في اي وقت تريده كما تلاحظون سنقوم بوضعه في الصفر الثانية ونقوم بالذهاب الى هذا التايمر هنا الذي يعبر عن الكيفريم نقوم بالضغط عليه ثم بعد ذلك يتم اضافة الكيفريم وهو عبارة على معين ازرق صغير يظهر لنا هنا كما تلاحظون ثم نجده هنا قد تم تفعيله بالازرق نقوم الان بجر هذا الاندكاتر في الثانية الاولى ثم نقوم بالتحريك الشكل لاحظوا معي الان سنقوم بتحريكه بشكل افقي نقوم بتحريكه الى ان يذهب او يتموقع في الجهة اليمنى ثم نجد انه تمت اضافة كيفريم جديد بقيم جديدة كما تلاحظون ثم نقوم بارجعه ثم نقوم بتشغيل النتيجة اللي نرى كيف سنحصل على الشكل نقوم بالضغط على spacebar لتشغيل الشكل لاحظوا معي الان فقد تم انتقال الشكل بشكل سريع من الجهة اليسرى الى الجهة اليمنى الان اذا اردنا تبطيء الحركة سنقوم بجعلها في ثلاث ثواني لاحظوا معي الان جيدا سنلاحظ انه تمت تخفيف سرعة انتقال الشكل لاحظوا معي الان جيدا سرعة بطيء للغاية سنقوم بجعلها سريعا نوعا ما نقوم بجعلها في ثانيتين لاحظوا معي الان ينتقل الشكل بشكل بطيء للغاية لان سنقوم بتسريعه اكثر سنقوم بجعله في نصف ثانية هنا ثم نقوم بجر هذه الادات هنا لجعلها محصورة فقط للنصف ثانية التي نريدها لاحظوا معي الان سنقوم الان بتشغيل النتيجة لاحظوا معي سريع للغاية ونفس الشيء يمكنك عمله سنقوم بتموقع الشكل الان سنقوم بجعله في الوسط لاحظوا معي جيدا هنا سنقوم عفوين سنقوم باختيار ثم نقوم نذهب الى الاعدادات ونقوم بجعل الشكل في الوسط لاحظوا معي جيدا هنا جيد جدا او نقوم بالذهاب الى لوضعه في الوسط بالضبط ثم نقوم بالذهاب الى الكي فريم التاني هذا معي جيدا سنقوم بجعله ايضا في الوسط جيد جدا كما تلاحظون الان جعلناه في الوسط ثم هنا بوسط شاشة الان سنقوم بجعله يتم تحريكه بالشكل عمودي نلاحظوا معي جيدا سنقوم برجع عندك اثر هنا ثم نقوم برفعه الى الاعلى وجعله ينزل الى الاسفل نقوم بالذهاب الى الكي فريم التاني نقوم باختياره ثم نقوم بجعل الشكل منتقل الى الاسفل لاحظوا الان اذا قمنا بتشغيل النتيجة ونراحظها على هذا الشكل كما تلاحظون سريع الى الغاية سنقوم ب طبضئه سنقوم بوضعه في الثانية الاولى لاحظوا معي الان انتقال الشكل يتم بشكل بطيء نوعا ما كما تلاحظون معي الان اتمنى تكونوا قد سافتوا من هذا الطرس البسيط لا تنسى بعمل لايك وبالاشتراك في القناة لتتوصل بكل جديدنا ودومتم في امان الله اشتركوا في القناة